تقريبا صالي سنة ونص أبحث عن سبب إصابة زيدان أقبال لاحظت أنه هذا اللاعب جيد جدا مميز إضافة جدا كبيرة للمنتخب العراقي لكن ما عرفت شنو سبب إصاباته هاي اللي دا صر بحثت الواية بالفيسبوك بحثت الواية بالجوجل بحثت الواية بكل المواقع آخر شي اكتشفت أنه أكو واحد فقر عنده صفحة يسمى صفحة زيدان أقبال وبالفيسبوك يومية يروج لزيدان أقبال علما قعدة فاللي أتمنى من أصحاب الصفحات الخاصة بزيدان أقبال والناس اللي تنشر عن زيدان أقبال بشرفكم أنطوه بس شوية راحة لا تنشرون عنه بهذه الفترة لأنه الولد فعليا يمكن انضرب عين بسبب منشوراتكم الولد كل ما يجي للمنتخب العراقي يرجع مصاب إلى النادي ماته لا شاف خير ويا المنتخب العراقي ولا شاف خير ويا النادي ماته كل ما يجي للمنتخب يرجع يصاب وكل ما يجي للمنتخب تطلع قصة عن إصابته فاللي أترجع من عدكم أنتم محبين زيدان أقبال تركو أنا من عندي رح أتبرع أروح الأولندا أبخر الولد عسى ولعل أنه يرجع عنا شوية ويرعب مباراتين مع المنتخب العراقي صدقوني إذا تراجعون كل مباريات المنتخب العراقي رح تشوفوني أنا بين فترة وأخرى أقول أنه أتمنى زيدان أقبال يأخذ فرصة مع المنتخب العراقي وبالتالي زيدان أقبال يرجع ينصاب الأمنية ماتي ما تحققت فأترجعكم أنطوه مجال شوية خلي يرتاح أنطوه مجال خلي يشوف دربة لأنه كثرة المنشورات اللي عليه يمكن ضربة عين والعين حق أنا ما قاعد أشاقر بيكم ترى تركو اعتقو رحمة الأهلكم لأنه تعبنا أريد لععبين محترفين ضيفون إضافة كبيرة للمنتخب النوبة مو بزيدان أقبال دانيلو السعد همين شكلاً ضرب عين وأكو واحد شكلاً قاعد يحب دانيلو السعد بهذه الفترة وطلع خارس قائمة المنتخب العراقي ويزيدان أقوى للظاهر شافهم يلعبون بغولند اثنينهم ودق منشورات عليهم على ما قاعدهم بر المنتخب وحتى ويا نادي مالتهم صار وضعهم موزياً لأنه مصابين حلقتنا لهذا اليوم تجيكم بعد إعلان المدرء بكاساس قائمة المنتخب العراقي لمواجهة المنتخب الفلسطيني والمنتخب الكوري الجنوبي بالتصفيات المواهلة إلى كاس العالم ونطينا لايكو سبسكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربي تكونوا بخير أنا حسان أبراهيم وياكم بداية الحلقة وياكم بشوي أشياء تحياتنا إلى كل محبين زيدان أقبال تحياتنا إلى كل محبين دانيل وسعد الإصابة جزء من اللعبة وبالتأكيد اللعب قد يكون غير محبوظ مع الإصابات فبالتالي ابتعادهم عن المنتخب بسبب الإصابة كل اللي يتمنا من عودكم ونتو كجمهور العراقي تذكروا كاساس لم يستدعي زيدان أقبال ودانيل وسعد في مباراتهم أمام فلسطين وكوريا بسبب الإصابة الله يخليكم لا بعد شهرين ثلاثة تقولون أنه كاساس منطى فرصة كاساس لم يسحب اللاعب الفلاني أتمنى تكملون الجملة لم يسحبه بسبب إصابته لأنه بالفترة السابقة أيضا صارت بعض الإشكالات على بعض اللاعبين وكل يام يقول أنه كاساس ما استدعاهم ما نضعهم فرصة بس ما يكملون بسبب إصابتهم مثلا فاليوم نحن من نتكلم عن اللاعبين الأثنين أتمنى ما أشوف منكم تعليقات وين زيدان أقبال وين دانيل وسعد لأنهم مصابين مصابين هم وفرانس بطرسوا المدرب طلعوا قالوا وصرح أنه هذول اللهم موجودين أستدعيهم فلالتالي أتمنى منكم تفهمون خيارات المدرب لأنهم اللاعبين حتى لو استدعاهم فهم مصابين وما راح يلعبون بدعوا لهم بالتوفيق أنهم نشوفهم بالمباريات القادمة لأنه هي شي خامة من اللاعبين نحتاجهم كمنتخب عراقي المدرب كاساس أعلن قائمة البعض يشكل على القائمة لوجود بعض الأسماء والبعض يقول عنها قائمة والبعض يقول عنها قائمة لأفضل اللاعبين متاحين باستثناء بعض اللاعبين اللي كان المفروض المدرب كاساس يستدعهم وبالتأكيد راح تذكر لي محمد قاسم وقوقية إحنا ما راح نذكرهم بهذه الحلقة لأنه إحنا بالتشكيل السابقة أيضا ذكرناهم وتكلمنا عنهم بالقائمة السابقة فبالتالي ما أشوف أنهم المفروض أنهم مكرر كلامنا أنهم محمد قاسم وين وقوقية وين ولو إحنا هستذكرناهم اللاعبين إذا كانوا مشتهدين بالدول العراقي نتمنى لكل مشتهد نصيب ييجي بمثل المنتخب العراقي هذا كل اللي أقدر أقوله عن اللاعبين الاثنين اللي صار عليهم كلامه وغواية بالتأكيد بمواقع التواصل الاجتماعي أثناء إعلان قائمة المنتخب العراقي في حراس المرمى المدرب كاساس ثابت على حراسة لينو اليوم جلال حسن حارس الأساسي أحسن حسن لكن أضاف لهم فهد طالب صاحب الخبرة وطلع علي كاظم علي كاظم الله بالخير عليك لو ديش الحلقة ديشه قائمة قلنا لك مبروك وأنه أنت تستحق وجيت للمنتخب العراقي لكن على ما يبدو وأنه مالك نصيب بهذه الحلقة فنقول لك إن شاء الله تجتهد وتجي الفرصة ماتك مركز حراسة المرمى نشوف أنه هو المدرب ثابت على جلال حسن فيما لو تمت إصابة جلال حسن لا سامح الله رح يشترك فهد طالب ليش فهد طالب؟ لأنه هو الحارس الثاني اللي عنده خبرة أكثر من حسين حسن فما عودت الحارس فهد طالب فأعتقد أنه حراسة المرمى رجعنا مثل قبل حارسين أساسيا وأكو حارس واحد دائما يثمت يعني ممكن نشوف حسين حسن بغادي القائمة ممكن بالقائمة الأخرى من نشوفه ونشوف علي كاظم فأي مشكلة حراسة المرمى الحارس المشتهد أحيانا ما يحصل دقائق بسبب وجود بعض الحراس اللي أكبر من عنده وأصحاب الخبرة فأي دائما نقول اللي عنده ابن لا يخلي حارس مرمى لأنه حارس المرمى فرصة جدا صعبة مع المنتخب العراقي ومع الأندية فرصة حلوة لكن بما أننا احنا شعب يحب المنتخب فكل همنا أنه الحارس يجي يمثل المنتخب فتخيل كم حارس عندنا وشقد يريدون يجون يحرسون المنتخب العراقي لكن بالنهاية هو حارس أساسي وحارسي أنوية وينتهي الموضوع فأي نصيحة إلى الآباء اللي أطفال هم صغر خلهم مهاجمين لعبين وسط لتخلهم حراس مرمى كاساسب قائم تأكو أربع قلوب دفاع واللي هم كل من زي التحسين بالإضافة إلى ريبين سلاقة مناف يوسف مناف يونس بالإضافة إلى سعد ناطق هذولا قلوب الدفاع اللي اشترك بيهم اللي يستدعاهم المدرب كاساس إشكاليات أكو بالتأكيد البعض يشكل على مناف والبعض يشكل على سعد ناطق والبعض يشكل على ريبين سلاقة والبعض الآخر يشكل على زي التحسين ماك هو واحد راضي على يجور من هذولا الأعابين قالي بالنسبة لي يشوف استدعائهم بشكل منطقي لكن خلينا نوضح بعض النقاط ريبين سلاقة هو لاعب مطرود عند طارد فبالتالي بالمباراة الأولى ما رح يشترك لكن على ما يبدو أنه رح يشترك بالمباراة الثانية ويعتمد عليك أساس بهذه المباراة هنا إذا ساعد ناضق ما اشترك فمعناها أكو مشكلة حقيقية لساعد ناضق مع المنتخب العراقي أو مع الإصابة فبما أنه اليوم إحنا واقفين وهسنا نتكلم قبل أسبوعين من المباراة أتمنى أن نشوف ساعد ناضق يكون يعني يلعب بالمباراة لأنه بدأ نيش المباراة ينستدعى المدرب وشنا محتاجي ومنزله وبوقت هتساءلنا هل أنه فنيا منزله هل اللاعب غير جاهز فبالتالي اليوم إحنا نشوف ساعد ناضق موجود الأيام هي اللي رح تثبت أنه هل ساعد ناضق رح يكون جاهز أو هل المدرب اقتنع بيه فنيا خلال فترة شهر من آخر مباراة زي التحسين مدافع منتخبنا الأولمبي أعتقد أنه وجوده بالمنتخب العراقي شيء طبيعي باعتبار أنه ودائما موجود مع المدرب كاساس وفي ظل عدم وجود قلوب دفاع فمن المنطقة نشوف زي التحسين ومناف يونس مناف يونس يمكن مشجعين الأندية خوايا مركزين عليه اللي أقدر أقوله أنه إحنا كلاعبين أو كمنتخب عراقي نحتاج بصراحة قلوب دفاع الجدد لكن هذا المتوفر عند المدرب كاساس على الجد اليمين أحسين علي مصدقى سعدون مشكلة أحسين علي أنه لاعب محترف لكن مشكلته صالة فترة طويلة لم يشترك مع النادي وهذه مصيبة بالنسبة لللاعب خلق لكم شغلة أحسين علي تنتهي فترة الانتخال هاي أتمنى أنه يلقى له نادي آخر لأنه فعليا عنده مشكلة مشكلة يا أما يطلع المدرب وياخد فرصة حسين علي يا أما يلقى له غير نادي إحنا أمام خيارين وأعتقد صعب أنه يتبدل المدرب ماته لأنه اللاعب كان خيار مهم بالنادي ماته وتوقعه ويا لكن على ما يبدو اشتراكه مع المنتخب الأولمبي ومرح مع النادي ماته معسكر خل المدرب ماته يقتنع بلاعب غيره فبالتالي اللاعب إحسين علي لا حصل منتخب الأولمبي ولعب بالأولمبيات بشكل متواصل ولا حصل النادي ماته أترجاكم أنتو كجمهور لا أحد يروح على مواقع التواصل الاجتماعي ويجم على صفحة النادي ماته لأنه هاي الأمور تزيد المشاكل ما بين اللاعب وما بين المدرب أنتو تحسوا أنه مجرد تعليق لكن صدقوني وهم مجرد تعليق هاي الأمور تسبب مشاكل لجميع اللاعبين فأتمنى من عدكم أنه تركون أيضا اللاعب هذا بسبيل حاله عسى ولعل أنه يلقوا لحل مع النادي ماته فحسين علي ومصوف سعدون على الجهة اليمين على الجهة اليسار ميرخاز دوسكي وأحمد يحي أعتقد أنه الجهة اليسار للمنتخب العراقي أفضل وأقوى من الجهة اليمين لأنه ميرخاز دوسكي لاعب جيد وأحمد يحي لاعب مميز أيضا الخطة الوسط أكثوا يلاعبين موجودين عندنا يلعبون بمراكز متعددة يعني مثلا تقدر تلعب بلاعبين ارتكاز وليهم أمجد عطوان صفا هادي محمد الطائي أسامة رشيد أمير العماري حتى لو أيرعاني ممكن أنه تجيبه وتحط لعب ارتكاز بالإضافة إلى الوافة الجديد لوكاس شليمون أعتقد كمدرب من المنتخب العراقي بالمبارات الأولى رح يعتمد على أمجد عطوان كذلك يعتمد على الأمير العماري وأعتقد لوكاس شليمون ممكن أنه يكون بديل هذا اللاعب إحنا لنمدحه من هسه خلي نشوف شنو يقدم مع المنتخب العراقي أمامنا مباراتيا عن أمود نعرف مستوى اللاعب وطبعا مباراتيا بالتأكيد غير كافية للاعب جديد يجي للمنتخب العراقي لكن أعتقد اللاعب راح تبين عنده نمسات وممكن أنه نحكم عليه اللي أتوقعه ممكن من خلال مباراتيا لوكاس شليمون ممكن يلعب شوط واحد متاح له ومن خلاله نشوف اللاعب وشلون يلعب وهل نحكم عليه أنه لعب جيد أم نحكم عليه لاعب غير جيد أنا شخصيا اللي يعرفه أنه عنده نمسات جيدة وممكن يكون إضافة شبيرة للمنتخب العراقي لكن ما ريد أستعجل بالحكم على هذا اللاعب على الجهة اليمين عدنا إبراهيم بايش منتظر ماجد أحمد ياسين يعني يجعوا إضافة اثنين إلى المنتخب العراقي واحد صاحب خبرة وواحد شاب بالإضافة إلى أبراهيم بايش اللي دي يشترك بالدوري السعودي ومقدمنا إلى الآن مباريات أربعة بشكل جيد بالدوري السعودي إذن الجهة اليمين راح يكونون بها إضافات جديدة أحمد ياسين اعتفت سبب استدعاء أحمد ياسين هو عامل الخبرة أمام المنتخب الكوري الجنوبي أعتقد أن المدرب كاساس فكر بأنه أكل لاعب لازم يكون صاحب خبرة أمام منتخب كورية الجنوبية فبحث لقى أحمد ياسين عنده تجربة سابقة وياه استدعاء فبالتالي حاب ينضي فرصة أسوالعل أنه أحمد ياسين يستغل أحمد خامته جيدة كلاعب صحيح أنه يمكن صالة فترة طويلة مثل المنتخب العراقي وحاليا رجع لكن اللاعب بعد عمره يمكن 32 ممكن أنه يقدم لك بالتصفيات أداء جيد يقنع بين مدرب كاساس منتظر ماجد سبقه إن قلنا أنه اللاعب ما عنده مشكلة وياه المدرب ولا المدرب عنده مشكلة وياه بمجرد أنه رجع يشترك مع النادي ما التبشيك الأساسي المدرب استدعاء وبالتالي هو إضافة جيدة أول استدعاء للمدرب كاساس من استدعاء يمكن لعب أمام كوريا الجنوبية ومن بعدها أبوه مآسيا مو كل شي اشترك أعتقد حان الوقت لأنه نشوف منتظر ماجد يلعب مع المنتخب العراقي ونشوف شنو أداء هل رح يأخذ فرصة؟ كلاعب أساسي ما أعتقد رح يأخذ فرصة لكن كلاعب بديل ممكن أنه نشوفه أم عدد جلل يسار يوسف أمين بالإضافة إلى علي جاسم هذا اللاعبين إضافة جيدة للمنتخب العراقي وبصراحة مصدر قوة للمنتخب العراقي والسلاح قوي للمدرب كاساس خصوصا اللاعب يوسف أمين لسبب واحد يوسف أمين داعب بشكل أسبوعي مع النادي ما التب الدوري السعودي فبالتالي رح يكون إضافة جدا حلوة ولو هم إضافة ولاعب أساسي أصلا بكتيبة المدرب كاساس أعتقد رح نشوفه أكثر متطور نتيجة أنه خوض مبارياته هواية مع نادي فرح يكون إضافة جيدة أما إلى الأمام أكتلة لاعبين واللي هم نفسهم أيمن حسين علي الحمادي بالإضافة إلى مهند علي أيمن حسين مصاب إلى الآن لم يعود فالفكرة هنا هل أيمن حسين رح يكون جاهز أم حيلعب مباراة واحدة هل رح يقدر أنه يعود أن أيمن اللي شفناه بآخر سنة بأي فرصة تجي إليه يهدف هذا اللي نتمنى علي الحمادي علي الحمادي إلى الآن مشترك مع النادي مات ورح أرجع لكم على علي الحمادي بالإضافة إلى علي الحمادي رح نشوف مهند علي مهند علي اللي مسجل ثلاثة أهداف خاطرك على نادي ديالة واللي أنا أشوفها بصراحة هي غير كافية لأنه نقول أنه مهند علي رجع فنادي ديالة نادي عادي نشوف شنو رح يقدم أمام الهلال وممكن نحكم على اللعب اللاعبين اللي استدعاهم مدرب كاساس هم عبارة عن 13 لاعب محترف كل واحد يلعب خارج العراق أنا يعتبره محترف سواء بالخليج أو بأوروبا أو بأي مكان فاللاعبين اللي استدعاهم عددهم 13 منه أكثر لاعب جاهز بيهم يعني رح أقول لك منه أكثر واحد جاهز بيهم أكثر واحد جاهز بيهم حسب الدقائق الملعوبة منذ انتهاء مباراة المنتخب العراقي أمام الكويت إلى يومنا هذا أكثر لاعب جاهزيا وأخذ دقائق لعب مع نادي هو يوسف أمين أكثر لاعب جاهز هو باهيم بايش أكثر لاعب جاهز هو ريبين صراق لأن هذولя 3 لاعبين عندك مثلا يوسف أمين لعب 4 مباريات مع ناديه ابراهيم بايش لعب 4 مباريات مع ناديه ريبين صلاق اللي كان من دون نادي وقع بالدور السويس بالدرجة الثانية لكن لعب 3 مباريات بواقع 90 دقيقة بكل مباراة وهذا اللي يخلى المدرب كازاس يستدعي لأنه لاعب دا يلعب بشكل منتظم وممكن يستفاد من اللاعب أمام منتخب كوريا الجنوبية فاللي متعجب أنه ليش استدعى ريبين أعتقد لأنه ريبين دا يلعب بشكل متواصل مع نادي هستت تستغرب الشوان لعب تسعين دقيقة يخلص اندمج وين نادي ماتت ولعب تسعين دقيقة بتسعين دقيقة بتسعين دقيقة هذا هو واقع الحال بالنسبة للمنتخب العراقي أكثر بعد هذول الثلاث لاعبين أكو لاعب آخر بدأ شوية ياخذ فرصة واللي هو منتظر ما يجد دقيقة بدا يلعب مع النادي ماتت وبدأ يأخذ فرصة فهذول الأربع لاعبين نوعا ما هم تجاهزين أو الأكثر لاعبين حصولا على الدقيقة أما أقل اللاعبين حصولا على الدقيقة حدث ولا حاج حسين علي ولا دقيقة أمير خازدوسكي يمكن لعب شوط واحد مع النادي ماتت أمير لعماري لعب موبا آخر مباراتين نشترك عشر دقائق بثمان دقائق مع النادي ماتت محمد الطائي يلعب بالدوري الأسترالي وأعتقد أنه دوري الأسترالي متوقف حاليا علي الحمادي يلعب بالدوري الإنجليزي إلى الآن ما اشترك ولا دقيقة من بعد مباراتنا أمام المنتخب الكويتي علي جاسم اللي كنا نريد نشوفها بالدوري الإيطالي اشترك تقريبا ست دقائق مع النادي الأول ماتت ومباراتي نشترك مع النادي الرديف راح أعتبر علي جاسم جاهز وأخليه ضمن اللاعبين اللي لعبوا أكثر دقائق لأنه أعتبر الرديف هو اللعب تسعين دقيقة بتسعين دقيقة فبالتالي أمر جيد بالنسبة للعب علي جاسم متدرج مميز للعب أيمن حسين مثل ما تعرفون ما لعب ولا دقيقة منذ آخر مبارات للمنتخب العراقي طبعا حتقول لي أنه عادي أنا راح أقولك أنا شخصيا تتمنى أشوف هذول اللاعبين على أقل لعب مباراتين قبل خوض مباراتنا أمام المنتخب الفلسطيني والمنتخب الكوري لكن لكل لعب أكو وضعية خاصة وبالخصوص أتكلم عن علي الحمادي علي الحمادي أنت ممكن تتكلم عن أي لعب لكن لا تتكلم عن علي الحمادي لأن اللاعب عنده خصوصية بالدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي ترى صعب جدا يا شباب أنا اليوم تقصدت تتكلم عن علي الحمادي لأنه دائما أشوف أنه بعض الصفحات مواقع التواصل الاجتماعي يتكلمون وينتقدون علي الحمادي يا شباب خلونا نكون واقعين الدور الإنجليزي هل كنت تظن أنه علي الحمادي حيلعب كلاعب أساسي أنا شخصيا ممكن تظن أنه راح يلعب بلاعب أساسي بالعكس شنت أريده أنه يلعب بآخر مباراة عشر دقائق كل مباراة يعني ثلاثة إذا حصل عشر دقائق بنهاية الموسم إذا جمعنا للعب علي الحمادي بالدور الإنجليزي ميتين دقيقة مية وخمسين دقيقة أنا راح أعتبر هذا إضافة للعب علي الحمادي لا تتوقع أنه لاعب مثل علي الحمادي يلعب بالدور الإنجليزي وتيجي تقارن مثلا بلعب يلعب بدوري آخر أو بدوري العراقي تقول لي هذا والله ما استمره وأذا ما ما استمر يا أخي مؤكفة وارق يعني بالإضافة إلى هذا علي الحمادي قاعد يتدرب ويه نادي عالمي مع لعبين عالميين شننا ريد نشوفه أنه يشترك لكن اللاعب بالبداية يتدرج لازم مثل علي جاسم بالبداية راح إلى إيطاليا وقلنا أنه راح يلعب ويه كومو ويه كومو لعب أول شيء بالنادي الرديف ومن بعد تتحصل على دقائق معينة مع ناديه فبالتالي هي هذه بداية لعبين العراقيين لا تخلون طموحكم أنه يشوفوا اللاعب العراقي يلعب بالدوري الإنجليزي أو بالدوري الإيطالي بشكل أساسي من أول موسم هذا الأمر صعب بعالم الاحتراف بالأنديا مالتهم أكو منافسة كل الاشتبع هذه المنافسة لا تقارن بمنافسة بدوري آخر مثل الدوري العراقي أو دوري آخر أقل مستوى من الدوري الإنجليزي لأن الدوري الإنجليزي يعتبر لكن بما أنه إحنا تكلمنا عن اللاعبين ما حصلوا دقائق أخص بالذكر أحسين علي أنا أتمنى اللاعب أحسين علي أنه يطلع من النادي ماته وأتمنى إذا سألتني وين يروح حتى لو راح للدوري السعودي وأتمنى أنه يكون عنده عرض أدين بالدوري السعودي فستقول لي شون يعني أوروبا بالدوري الغولندي والدوري السعودي هذا الشيء أيضا شنتوا تقولون عن يوسف أمين كان دوري درجة ثانية بالدوري الألماني وإجا إلى الدوري السعودي جدوا يناس انتقدوا يوسف أمين من أجل الدوري السعودي لكن اليوم يثبت يوسف أمين أنه انتقاله جيد كل أسبوع دعا نشوفه يلعب في وقت معين انتقل إلى الدوري السعودي وأخذ فرصة ورح يفيد المنتخب العراقي لأنه كل أسبوع قاعد يلعب واليوم بالحلقة نقول أكثر لاعب جاهز هو اللاعب يوسف أمين وإبراهيم بايش لأنه دعا يلعبون بشكل أسبوعي آداء تكلام على اللاعبين محترفين فأتمنى من حسين علي إذا كانت عنده مشكلة مع النادي مات يفكر بشكل جاد بالخروج من النادي مات ويروح حتى لو للدوري السعودي هذا إذا كان عنده عقد الدوري السعودي الدوري السعودي مو أي واحدة سهر واحدة طبعا ويحتاج لاعبين عدهم طاقة وعدهم اجتهادات خاصة لأنه دوري السعودي يعتبر من الدوريات القوية فاللي أتمنى من اللاعبين أنه نشوفهم يطورون أكثر واللاعبين اللي ما حصلوا دقائق أنا رح أقول لك هذا مونقد أنه ما بدان لأنه أنا أؤمن بين أولاء اللاعبين ممكن أنه يضيفون إضافة كبيرة للمدرب كاساس والمدرب كاساس بالتأكيد من استدعاهم واستدعاهم ويعرف أنه مع بعض اللاعبين ما لعبين لكن هذوله بنفس الوقت يعتبرون عمود أساسي بالمنسبة للمنتخب العراقي وممكن إضافتهم رح تكون إضافة جدا كبيرة كل التوفيق للاعبين كل التوفيق للمدرب كاساس وحظ أوفر لللاعبين اللي اجتهدوا بالدول العراقي أو أي مكان ولم يتم استدعاهم وحظ أوفر أيضا لللاعبين اللي كانوا موجودين بالقائمة السابقة وموجودين بالقائمة الحالية كل اللي نتمنى أنه نجيب أربع نقاط على الأقل حتقول لي ليش أربع نقاط حسام حسام حنريد ستة نسأل تتمنى أوكي أنا حتمنى ستة بس الواقع يقول لي مباراتنا أمام المنتخب الفلسطيني بمتناول اليد حتكتبوا لي شوء بمتناول اليد منتخب فلسطيني؟ أنا بنا أقول لك بمتناول اليد يعني المرشح الأبرز هو المنتخب العراقي كترشيح كمستوى كأداء المنتخب العراقي أما إذا قلت لي من المرشح المنتخب الكوري للمنتخب العراقي واللعبة في كوريا راح أقول لك المرشح الأبرز كوريا الجنوبية لهذا أنا أشوف أنه ممكن أنه نجيب ثلاث نقاط من المنتخب الفلسطيني بأرضنا وإذا جبنا نقطة واحدة من كوريا فهذا كل يزين بالنسبة للمنتخب العراقي من بعدها نشوف المنتخبات اللي ويانا شون راح يقدم بالجولتين القادمة لا تنسون المنتخب الأردني مثلا عنده مباراتين صعبة لكن مباراتين في أرضه هذا يمكن يفيده هذا الشي يفيده لكن مسلوك المباريات صعبة فاحنا نشوف المنافسين مالتنا شون راح يقدمون كم نقطة راح يحصلون ومن بعدها نحكم على الجولة العراقية لأنه وعدنا مبارات في متناود اليد ومبارات صعبة وأرجع وأقول أتمنى التوفيق للمنتخب العراقي وشكرا إليك لأنه تابعت هذه الحلقة طويلة إن شاء الله راح ننزل لكم حلقات أخرى عن المنتخب العراقي مواجهتنا والمنتخب الفلسطيني والمنتخب الكوري ننطينا لك بسبسكرايب وشكرا لدعمكم مع السلامة اشتركوا في القناة